السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية إليكم جواب الدرس السابق J'étais sur le point de partir quand tu m'appelais J'étais sur le point de partir quand tu m'appelais أما بالنسبة لدرس اليوم أصدقائي سوف نتعرف على جمل وعبارات جديدة من الحياة اليومية حتى لا أطيل عليكم لنبدأ مثلا إذا أردت أن أقول من يتحمل مسؤولية كل هذا كيف نعبر عن هذا التساؤل خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد نعم أحسنت كي أسوم لرسپنسابلتة دو سا؟ كي أسوم لرسپنسابلتة دو سا؟ إذا أردت أن أقول يبدو أنه متوتر نعم نعم جملة أخرى كيف ن особями لقد اتخذت القرار المناسب ، أو القرار الصائب؟ نعم 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 جملة أخرى هو اتخذ قرار الذهاب للعيش في الخارج كيف نعم برانا دي الجملة؟ نعم 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 يل کمانس اترانسبيري يل کمانس ترانسبيري ترانسبيري يعني يتعرق يل کمانس اترانسبيري جملة أخرى سافعل ما بوسعي أو كل ما بوسعي جملة أخرى أنا بدأت أفقد صبري Oui, très bien Je commence à perdre patience 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 سابقا نعم إيل مَا پوزي إِن كَسْتِنَ أَمْبَرَسَنْتَ إِل مَا پوزي إِن كَسْتِنَ أَمْبَرَسَنْتَ سيانا لفر پوزي معنه يسأل او يترح إِن كَسْتِنْ سُؤَل أمبارسانت يعني محريجة pour le masculin on dit أمبارسان يعني محريج إلما قوزي إني كسيان أمبارسانت عبارة أخرى ابتسامته تعبيرو عن امتنانه نعم سانسورير إكسпрيم ساگراتيطود سانسورير إكسпрيم ساگراتيطود إسيانا لفر بإكسпрيم يعني يؤبيرو conjugal أو présent دو لإندكاتف لإمتنان يعني الشكر والإمتنان سانسورير إكسпрيم ساگراتيطود جوم الأخرى كيف نعبر عنها؟ لا يمكنك الإستسلام الآن نعم نعم tu ne peux pas abandonner maintenant Tu ne peux pas abandonner maintenant Le premier verbe c'est le verbe pouvoir يعني يمكن أو يستطيع et le verbe abandonner معناه يتركو يتخلى كذلك معناه يستسلم Tu ne peux pas abandonner maintenant جملة أخرى هو يصاب بنزلة البرد بسهولة تذكرون أصدقائي كيف نعبر عن فعل يصاب بنزلة البرد كنا قد رأيناه سابقا نعم أحسنت إلس سنروم فاصلما Ici on a le verbe سنرومي verbe pronominal du premier groupe conjugué au présent de l'indicatif لدينا الفعل المركب يصاب بنزلة البرد أو يصاب بالبرد مصرف في الحادر أو في المضارع Il s'enrوم فاصلما جملة أخرى هو لم يتوقع هذا الجواب نعم يصاب بنزلة البرد يتوقع مصرف الماضي الناقص يتوقع مصرف الماضي الناقص جملة أخرى أنا أعتقد أنه يكذب نعم je pense qu'il ment je pense qu'il ment le premier verbe, c'est le verbe penser معناه يعتقدو أو يدننو أو si on a le verbe mentir معناه يكذبو Je pense qu'il ment جوم الأخرى لقد تسرفا بحكمة نعم Il a agi sagement Il a agi sagement On a le verbe agir جنjugه أو passé composه لدينا الفعل يتسرفو مصرف في الماضي المركب Il a agi sagement جوم الأخرى شخصون ما يتسلو بك Oui très bien Quelqu'un t'appel Quelqu'un t'appel Quelqu'un t'appel الآن إذا أردت أن أقول أنا أحب النهوضة باكرا أو الاستيقاظ باكرا نعم جنب ملوه تو جنب ملوه تو On peut dire aussi جنب ملوه تو جنب ملوه تو Le premier verbe c'est le verbe أمي يعني يوحبو et le verbe سُلوه يعني ينهادو et le verbe سُلوه يعني يستيقيدو كذلك تو يعني باكرا جنب ملوه تو جملة أخرى توقف عن استيجوا بي أردت دمان تروجي أردت دمان تروجي أردت دمان تروجي الآن عزيزي المشاهد كيف نطرح هذا التساؤل لماذا تبدو بائسا أو تعيسا جدا نطرح هذا التساؤل لماذا تشعر سي مالهورة؟ مثلا إذا أردت أن أقول لدي الكثير من الأشياء في ذهني نعم جي بوكو دو شوز ان تتت جي بوكو دو شوز ان تتت جوملا أخرى نحن جالسون هنا من دو فترة نعم نو سوم أسي إسي دو بي أمومن نو سوم أسي إسي دو بي أمومن نو سوم أسي إسي دو بي أمومن جوملا أخرى أتمنى أن أدخير أو أن أوفر يعني المال أكثر هذا الشهر نعم جي الأسي سپر بي أمومن نعم جي أمومن نعم جي أمومن يعني يدخر أو يوفر دفنتاج يعني أكثر جملة أخرى أنا لم أقابل أو أنا لم ألتقي بأي شخص في طريق العودة جملة طويلة خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد أحبب حتى أحبب، عزيزي المشاهد سوفر نفتر كان لديه ألتقي أو يوفر الأحب، يسذكر وقتك في التفكير أنا تريق العودة أحبب لديه ألتقي في التفكير جملة أخرى كيف نعبر عنها لا أعرف ما إذا كان ينبغي أن أستدير لليسار أو اليمين جملة طويلة خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد Oui, très bien Je ne sais pas s'il faut tourner à gauche ou à droite Je ne sais pas s'il faut tourner à gauche ou à droite Le premier verbe c'est le verbe savoir يعرف Ou si on a le verbe falloir يجبو أو يتواجبو tourner يعني يستدير Je ne sais pas s'il faut tourner à gauche ou à droite الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التمييز وسؤال يوم يقول يمكننا أن نلتقي في أي يوم ما عدا الأحد كيف نعبر عن هذه الجملة أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس أتمنى أن يكون قد نال إجابكم وإذا كان كذلك لا تبخلوا عليه بالضغط على زر لايك ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم